بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في متش الافتتاح بتعكس العالم الحالي المعلق التونسي عصام الشوالي عمل مقدمة تاريخية بيمدح ويمجد فيها العرب وفاصل المدح ده الجملة جميلة كده أغلبكم ما خدش باله منها وهي جملة نحن من علمكم كل شيء واسأله شارليمان عن ساعة هارون الرشيد طب انت بقى تعرف مين هو شارليمان ده؟ طيب تعرف ايه هي ساعة هارون الرشيد؟ من أجمل ما سمعت هارون الرشيد ده كان خليفة المسلمين في عهد الدولة العباسية وشارليمان ده كان ملك المملكة الفرنجية وامبراطرياتهم اللي هي فرنسا حاليا فكان شارليمان ده في الوقت ده بيرسل ناس من رجالته يتعلمون العرب كل شيء في بغداد وبعد لما يخلصوا تعليم كل حاجة بيرجعوا لبلدهم مرة تانية بس هما رجعين هارون الرشيد كان بيبعت معهم هدية علشان يدوها للملك شارليمان وفي مرة كده من المرات هارون الرشيد أرسل للملك شارليمان ساعة مائية جميلة جدا مصنوعة من النحاس وطولها أربع أمتور والساعة دي كانت بتشتغل بقوة دفع الماء جوها فكانت كل الساعة بيسقط منها كور معدنية فوق قاعدة نحاسية فكانت بتعمل صوت جميل أوي في القصرة والكور دي كانت بتقع لحسب الساعة وتوقيتها يعني مثلا لو الساعة واحدة كانت بتقع كورة واحدة ولو الساعة اثنين كانت بتقع كورتين ولو الساعة سبعة كانت بيقع منها سبع كور وهكذا حسب توقيت الساعة وفي نفس الوقت الساعة دي كان موجود فيها 12 باب بيخرج منها فارس حسب عدد الساعات وبيلف ويرجع تاني مكان ما خرج يعني لو الساعة واحدة بيخرج منها فارس واحد ولو اثنين بيخرج فارسين ولو الساعة ثلاثة بيخرج ثلاث فرسين وهكذا لحد الساعة 12 بيخرج 12 فارس وكانت الساعة دي في الوقت دا حاجة اختراع مش موجودة عند حد في العالم كله ومن عظمة الساعة دي في الوقت دا الملك شارليمان كان متعجب جدا من نظام الساعة دي وحاول ان هو يحل لغزها وهي بتشتغل ازاي معرفش لحد من رهبان بتوعوا اقنعوه ان الساعة دي جواه شيطان بيشغلها وهو اللي بيحركها بالدقة دي وفعلا هو سدق الكلام دا وجه بالليل هو وجنوده وجابوا فقوس وكسروا الساعة علشان يعرفوا يحلوا لغزها فكسروها ولكن معرفوش لغزها في الاخر ولا هي بتشتغل ازاي وحاولي صلحها تاني لكن معرفش فرح جايب افضل المهندسين عنده وامهر الصناعية والعلماء علشان يعرفوا يشغلوا الساعة دي تاني لكن كلهم فشلوا ومحدش عرف يصلاحها تاني وساعتها الملك شرليمان زعل جدا خجلا من عظمة العرب وقتها وذكأهم الغير عادي حتى ان حشيد شرليمان اقترحوا عليه ان هو يبعث للملك هارون الرشيد يخليه يبعث لوفدة علشان يصلحوا الساعة تاني لكنه رفض خجلا من هارون الرشيد وقال ماذا سأقول له هل سأقول له حطمت هديتك كي اكتشف ما بداخلها ولم استطع اصلاحها مرة اخرى انا وكل المهندسين والعلماء الموجدين في المملكة فتخيل عظمة العرب كانت ازاي في اديم الزمان كانوا فعلا عبقرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم